واحد بيسأل ويقول هو مش القرآن كتاب الله وبيبدأ بقالف لا ميم ذلك الكتاب ولرايبة فيه يعني المفروض ما يكونش في غلطة حتى لو في حرف واحد طب طالما القرآن كده إزاي يكون موجود قول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله وبعدين يكون موجود قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الأول المعنى واضح إن ما فيش أي فرق بين الرسل لكن بعد كده في تفريقة هو مش ده تناقض وبكده يكون في غلط في القرآن الرد بكل بساطة إن صاحبنا دكس ليبحث ويشوف التفسير ويعرف الفرق بينهم الفرق بكل بساطة لا نفرق بين أحد من رسله الأول لازم نقول الآية كاملة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وقطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من رسله هنا يعني إحنا المؤمنين البشر ما ينفعش نفرق بين أي حد من الرسل ولازم نؤمن بهم كلهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ركز كده على كلمة فضلنا الكلام هنا منسوب لله سبحانه وتعالى هو اللي بيفضل مش احنا فضل نبي عن نبي بمعجزة معينة أو مكانة معينة وده ما لناش أي دخل فيه لأن ده تفضل إلهي وكمان في فرق من الرب والعبد الرب بيفضل الذي يشاء من الرسل ومن الناس لكن العبد ما يقدرش يفضل بين أي حد من الرسل لأن الرسل هم خير البشر علشان كده يا صديقي لو قبلك آيات فيهم شبه من بعض ومش عارف التفسير بتاحهم حاول تبحس على اليوتيوب واتعرف التفسير بتاحهم بكل سهولة أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستنوني الفيديوهات الجاية كتير